السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقاتكم أبنائي ومناتي بكل خير كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية بإذن الله معكم معلمتكم منال صالح الغير معلمة لطلابي وطالباتي في المرحلة المتوسطة خصوصا طلاب وطالبات الصف الثاني في المتوسط فأهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي معنا في مادة مهارات رقمية للفصل الدراسي الثالث عنوان درسنا هو عن برنامج العروض التقديمية تصميم شرائح العرض طبعا على برنامج الباوربوينت في البداية نذكر أنا وأنتم قوانين التعلم عبر قنوات عين التعليمية والتعليمات التي يجب علينا أن نطبقها حتى نستفيد عند مشاهدة دروسنا عبر قنوات عين التعليمية ننسى أبنائي وبناتي أنه أولا علي أن ماذا أحسنتم علينا أن نختار المكان المناسب للتعلم بعيدا عن الضجيج بعيدا عن التجمعات كذلك أبنائي وبناتي علينا أن تكون لدينا معرفة مسبقة بجدولي وأوقات التعلم المباشر أو عن بعد عن طريق منصة مندرستي كذلك أبنائي وبناتي أكون حريصة جدا على أن أستعد لدروسي بتجهيز كتابي وأدواتي التي أحتاجها قبل بداية الدرس إن تكون قريبة مني بعد ذلك أستعد وأستمع إلى درسي بتركيز وأتابع الدرس حتى ينتهي الوقت المخصص لا أبنائي وبناتي قبل أن نبدأ درسنا سنرسل رسالة قصيرة عبركم إلى أولياء أموركم نطلب منهم التواجد أثناء فترة البث وذلك لمشاركتكم وتوجيهكم وتقديم الدعم اللازم لكم كذلك درسنا هو عن برنامج العروض التقديمية تصميم شرائح العرض الهدف العام من هذا الدرس أبنائي وبناتي هو أن يتمكن كل منكم من تصميم شرائح العرض في برنامج العروض التقديمية أهدافنا التدرسية الذي نسعى أنا وأنتم إلى تحقيقها بإذن الله أولاً أن يفتح الطالب والطالبة برنامج العروض التقديمية ثانياً أن يختار الطالب والطالبة شريحة التصميم ببرنامج العروض التقديمية ثالثاً أن يختار الطالب والطالبة الحجم المناسبة للنص إذن أبنائي وبناتي هذه هي أهدافنا التدرسية سنبدأ من خلال جدول التعلم بذكر ماذا تعلمت ثم ماذا أريد أن أتعلم وأخيراً ماذا تعلمت إذن من خلال جدول التعلم الذي سنبدأ فيه درسنا سنحدد أهدافنا وخطتنا إلى أن نصل إلى ماذا تعلمت في البداية ماذا تعلمنا أبنائي وبناتي؟ تعلمنا أن نفتح برنامج العروض التقديمية وأعمل على جهازي وأقوم بتشغيله أستطيع الوصول إلى البرامج الموجودة على جهاز الحاسب الآلي طيب ماذا أريد أن أتعلم؟ أريد أن نستفيد أنا وأنتم أبنائي وبناتي من جميع البرامج المقدمة في جهاز الحاسب الآلي وأن نطور إمكانياتنا من هذه البرامج خاصة برامج ميكروسوفت أوفيس هو برنامج العروض التقديمية ماذا يفعل هذا البرنامج؟ اللي هو برنامج العروض التقديمية أو ما يسمى بالباوربوينت يعمل على تصميم شرائح وعرضها إذن ماذا نريد أن نتعلم؟ نريد أن نتعلم تصميم هذه الشرائح بحيث أن نقدم مثلا إذا أردنا تقديم عرض أو أن نتحدث مع أصدقائنا في موضوع ما أو أن نناقش مثلا في درسنا أن نعد ماذا؟ أن نعد درسنا من خلال برنامج العروض التقديمية وأن أصمم شرائح تتناسب مع ما أقدمه إذن هذا ما نريد أن نتعلمه في درسنا سنبدأ أي هذه البرامج هي برنامج العروض التقديمية؟ سأعطيكم أبنائي وبناتي بعض التلميحات برنامج العروض التقديمية أو برنامج الباوربوينت لون أحمر مثل ماذا؟ مثل ماذا تشاهدون؟ أحسنتم مثل التفاح إذن برنامج العروض التقديمية لونه شبيه بلون التفاحة الحمراء إذن أعطيتكم تلميحا كبيرا أي من هذه البرامج الظاهرة أمامكم على سطح المكتب يظهروا باللون الأحمر برنامج الأول أم الثاني أم الثالث أحسنتم أبنائي وبناتي إذن ظهر المؤشر تحت البرنامج العروض التقديمية الذي يظهر بأي لون؟ باللون الأحمر إذن برنامجنا برنامج العروض التقديمية يكون بأي لون؟ باللون الأحمر تذكروا إذا عرضنا أن نبحث فإن أيقونة هذا البرنامج تظهر باللون الأحمر بعد ذلك أبنائي وبناتي أصبحتم تميزون لون وأيقونة هذا البرنامج سنتذكر أنا وأنتم خطوات فتح برنامج العروض التقديمية أولا نتجه إلى قائمة إبدأ بعد ذلك ماذا نفعل؟ أحسنتم إذن الخطوة الأولى نتجه إلى قائمة إبدأ الموجودة في شريط المهام بعد ذلك ننقر على قائمة إبدأ ستظهر لدي البرامج الموجودة في قائمة إبدأ أو على جهاز الحاسب الآلي بعد ذلك إذا لم يظهر لأيقونة البرنامج ممكن أو نستطيع كتابته من خلال الأيقونة الخاصة بالبحث نكتب حروف البرنامج باللغة الإنجليزية باوربوينت إذن أول ما أكتب الحرف الأول سيكتمل البرنامج أو سيظهر لي البرنامج مباشرة فقط عليكم كتابة الحرف الأول أو الثاني والثاني وسيظهر لدينا البرنامج مباشرة إذن ظهر لدي برنامج الباوربوينت اللي هو برنامج العروض التقديمية ننقر على البرنامج وستفتح أمامنا واجهة برنامج العروض التقديمية كما تشاهدون إذن هذه هي واجهة برنامج العروض التقديمية بعد أن قمنا بفتحها إذن أبنائي وبنات لاحظوا معي ما يظهر أمامكم هذه هي واجهة برنامج العروض التقديمية سنتعلم كيف أن أعد أو كيف نصمم شريحة العرض لاحظوا معنا إذن في البداية أبنائي وبناتي سنتطلق أنا وأنتم إلى التطبيق العملي إذن أولاً أتجه إلى قائمة إبدأ بعد ذلك أبحث عن برنامج البوربوينت لاحظوا أيقونة البرنامج استطعت تمييزها من خلال لونها الأحمر ثم نفتح عرض تقديمي فارغ ثم بعد ذلك نستطيع أبنائي وبناتي أن نصمم شريحة العرض إذن ها هي شريحة العرض لدينا نختار التصميم المناسب لاحظوا هنا كلمة تصميم ونختار التصميم المناسب ونبدأ بكتابة العنوان مثلاً نبدأ بكتابة عنوان درسنا مثلاً مهارات أو مادتنا مهارات رقمية إذن استطعنا كتابة مهارات رقمية أستطيع كذلك أبنائي وبناتي أن أنسق الناس من خلال الصفحة الرئيسية في الأعلى وأختار توسيط إذن هو الصدخ في الكلمة ثم نستطيع أن نكتب عنوان فرعي عروض تقديمية إذن كتبنا عروض تقديمية أضلل الكلمة أيضاً ممكن أن أصنعها أو أجعلها في اليمين بالطريقة هذه إذن صممنا الشريحة الأولى بهذا الشكل أيضاً أن أستطيع أن أختار تصميم آخر أبنائي وبناتي بالألوان مختلفة نستطيع أن نغير التصميم هكذا أبنائي وبناتي إذن نعود إلى درسنا ونشاهد معنا كيف نحل أنشطة الكتاب أولاً نفتح كتابنا المدرسي على درسنا عروض تقديمية أبنائي وبناتي إذن ننتقل أنا وأنتم أبنائي وبناتي إلى النشاط رقم واحد أرسم دائرة حول آدات تصميم الشرائح في برنامج البوربوند يعني أنا أريد الأدات الخاصة بتصميم الشرائح حتى أتمكن من تصميم الشريحة لاحظتم معي حددت الشريحة ثم بعد ذلك اخترت أي أدات صفحة رئيسية أم إدراج أم تصميم أحسنتم اخترنا أدات تصميم حتى نختار تصميم الشريحة المناسب الإلوان المناسبة التي كنا كانت في البداية لون أزرق ثم قمنا بتغييرها بعد تحديد الشريحة إلى لون أخضر إذن نحدد الشريحة ثم نبدأ بالتصميم واختيار التصميم المناسب نشاط الرقم الثاني أبنائي وبناتي أرسم خطاً أسفل الإجابة الصحيحة قبل إجراء أي تعديلات على شرائح العرض ماذا نفعل أولاً؟ لحظوا معي تذكروا قليلاً نعود بالخلف أثناء التطبيق قبل أن أقوم بتصميم الشريحة واختيار التصميم المناسب ماذا فعلت؟ هل قمت بتحديد الشريحة أولاً؟ أم تركت الشرائح؟ أحسنتم إذن نقوم أولاً بتحديد الشرائح إذن أحسنتم نختار إجابة رقم ألف أولاً نقوم بتحديد الشرائح ثم نصمم الشكل الذي نريده أو نختار الشكل المناسب لا ننسى يجب علينا أن نقوم بتحديد الشرائح حتى نصمم الشكل أو نختار التصميم المناسب سؤال رقم ثلاثة يقول أرسم دائرة حول الإجابة الصحيحة في ميل يمكن تحديد شرائح العرض عن طريق ماذا أبنائي وبناتي؟ عن طريق ماذا يمكنني تحديد شرائح العرض؟ عن طريق الفأرة؟ لوحة المفاتيح؟ أم عن طريق تصميم؟ أنا الآن ماذا استخدمت حينما أردت تصميم شائح؟ حددت بماذا؟ جهازي لوحي إذن قمت بتحديدها أحسنتم عن طريق إذن عن طريق ماذا؟ أحسنتم حددتها إذن عن طريق الإشارة أشرت عليها وحددتها بالبداية إذن أنا حددتها عن طريق ماذا؟ أحسنتم عن طريق المؤشر إذن عن طريق الفأرة إذن حددناها عن طريق المؤشر إذن باستخدام عن طريق أبنائي وبناتي الفأرة طيب عندما كتبت داخل الشريحة وضعت المؤشر أين لاحظوك اخترت المؤشر لما أردت الكتابة في مكان العنوان وضعت المؤشر أين داخل الشريحة أم أختر تخطيط الشريحة أم أختر تنصير الشريحة أحسنتم وضعت المؤشر الكتابة داخل الشريحة حتى أتمكن من الكتابة أبنائي وبناتي من المهم جدا أن نتذكر أن نستخدم الفأرة في تحديد الشريحة إذا كان جهازي لوحي ممكن أن أشير على الفأرة بالتحديدها عن طريق المؤشر قبل الكتابة علي أن أحدد وضع المؤشر في المكان الذي أريد الكتابة علي هكذا أبنائي وبناتي وصلنا إلى نهاية درسنا تعلمنا كيف نصمم شريحة على برنامج العروض التقديمية تذكرنا خطوات فتح برنامج الباوربوينت أيضا تعلمنا كيف نصمم شريحة عن طريق تحديد الشريحة المناسبة بعد ذلك أختار أداة تصميم لتصميمها وأيضا أضع المؤشر في المكان المحدد للكتابة حتى نتمكن من الكتابة وصلنا لنهاية درسنا أتمنى لكم تطبيقا ممتعا وتصميم شرائع مذهلة بإذن الله قاكم على خير وأستودعكم الله معلمتكم منال صالح الغرب ترجمة نانسي قنقر